ملف العقارات في العراق بعد عام 2003 أصبح واحداً من أشكال الفساد الحكومي ونقطة جذب للأموال القادرة في أكثر البلدان فساداً في العالم بحسب تقارير صحفية دولية. التقارير الدولية أكدت أيضاً أن أموال الفساد الهائلة التي استحوذ عليها لصوص الدولة في العراق من السياسيين والمسؤولين وجدت الفرصة مواتية لإخراجها من الخزان الكبير وتحويلها إلى شراء الأراضي والعقارات. أمانة بغداد على لسانة متحدثة باسمها محمد الربيعي أكدت أن الفسدين يلجأون إلى وضع أموالهم في العقارات بسبب صعوبة إرسال هذه الأموال خارج البلاد. كما يعمدون إلى تسجيل تلك العقارات بأسمي أقاربهم أو شركائهم خوفاً من عمليات التدقيق. اقتصاديون أكدوا أن الارتفاع غير المسبوخ في الأسعار يعد علامة على التسعى لهوة وعدم المساواة. حيث الغالبية العظمى من العراقيين لا يستطيعون دخول هذه السوق حتى أصبح حلمهم في امتلاك منزل بعيد المنال. الاقتصاديون بيانوا أن الطفرة العقارية التي تشهدها بغداد أدت إلى تغيير وجه العاصمة ومعماريتها التاريخية. حيث يقوم عمال البناء بهدم المنازل القديمة واستغلال المساحات الخضراء لبناء وحدات سكنية أصغر تباع بمبالغ فلكية في مؤشر على تنامي الفساد في البلاد. ومع زيادة عدد السكان في العراق والجفاف الذي أصاب المناطق الريفية دفع سكان الريف إلى الهجرة إلى المدن. وأصوحت البلاد بحاجة ماسة إلى نحو 2.5 مليون وحدة إضافية بحسب وزارة التخطيط الحالية. وبينما يعاد بناء منازل ومباني الأحياء الراقية بأموال وصفقات فاسدة تنتشر في ضواح المدينة مدن الصفيح والأحياء العشوائية التي يغطنها الفقراء في ظاهرة تمثل واحدة من تداعيات الفساد الحكومي المتجدر في سوق العقارات الذي يعد أحد أعراض الفساد المستشري في العراق بحسب مؤشر شفافية الدولي.